دلوقتي برضو عندنا لسه مجموعة من الكمبوننت تحت عنوان immune system in leaving organism وهنبدأ نتكلم عن الassisting chemical substances المواد الكيميائية المساعدة هنتكلم عن نوع اخر من ال white blood cells اسمه macrophage تعرفنا عليه برضو الحلقة اللي فاتت لان كان الماكروفاج موجود فيه lymphatic nodes وكان موجود فيه ال spleen وتعرفنا ان الماكروفاج عندها قدرة وابلتي تو انجالف ذا مايكروبس انها تلتهم الميكروبات او انجالف ذا سينايل سوماتيك سلز الخلايا الجسدية الكبرت واللي خلاص فقدت حيويتها الماكروفاج طالما هتقدر انها تعمل عملية انجالف يبقى لازم هنتعرف انها عندها ارجنال that is called lysosome والليسوسوم contains digestive enzymes كمان هنختم بجزء مهم جدا من مكونات ال immune system antibodies الأجسام المضاد هنتعرف مع بعض على الماكروفاج الخلايا البلعمية وانوحها وعندنا نوعين التكست ماكروفاج السابتة اللي هي موجودة فيه الانسجة وnamed by the name of tissue وتسمى بأسماء الانسجة يعني اذا تواجدت فيه احنا عندنا four animal tissues درسناهم في senior one epithelial tissue connective tissue nervous tissue muscular tissue بمجرد وجود نوع من انواع الماكروفاج فيه واحد من الانسجة بيطلق عليها اسم النسيج يعني ممكن تبقى epithelial macrophage ممكن تبقى connective macrophage كده منتعرف على ان الماكروفاج موجودة في نسيج معين باسمه عندنا كمان mobile macrophage وهي الخلايا البلعمية الجوالة جوالة المتحركة عندها قدرة او movable عندها قدرة على الحركة ability to move او انها revolve in the blunt وهنعرف كمان قدرة الماكروفاج على انها تجمع وcollect the information about the microbe that is digested by macrophage وتبدأ انها تعرض ووفر the information على السطح او surface of macrophage علشان تبتدي تخلي الخلايا المناعية تختار ايه الطريقة او defensive mechanism اللي احنا هنبدأ نستخدمه مع هزا الميكروب هل هيبقى secretion of antibodies ولا احنا نتعامل معاه عن طريق natural killer cells ولا احنا نختار LTC اي نوع من الانواع الطرق المناعية حيتم استخدامها مع هذا الميكروب ازاي بتجميع المعلومات وعرضها ووفرينج them on the surface of macrophage اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة